المسيح هو الله الخالق الابن والروح القدس إذن المسيح هو الأقنوم الأقنوم الابن المشارك للآب والروح القدس في الخلق لكن لما الروح أيضا ليحنى واحد ونحط أربع شواهد قدام أحبانا المشاهدين تكوين واحد يحنى واحد كلوسي واحد عبرانين واحد تكوين واحد قال لنا إلوهيم خلق في البدء خلق إلوهيم السماوات والأرض وعرفنا الإبن هو أقنوم مع الآب وروح القدس في الخلق لكن يحنى واحد يقول لنا إيه يقول لنا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله يتكلم عن أقنم الكلمة كل شيء به كان الحصر الإجمالي وبغيره لم يكن شيء مما كان المنع الإجمالي فأوضح لنا الحصر الإجمالي كل شيء به بالمسيح كان وبغيره المنع الإجمالي لم يكن شيء مما كان ده يحنى واحد لما نروح لكلوسي واحد اسمح لي أقرأ الأيثين بول في كلوسي واحد يتكلم بوليس عن مركزية المسيح وعن أمجاد المسيح بوليس في كلوسي واحد مشغول بأمجاد المسيح عشان يرد على بضع ولا سيامة بضعة الغنوسيين فيقدم لنا المسيح باعتباره قول في عدد خمستاشر الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة هذا لهوته فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل الحقيقة الكام كلمة دول بيتكلم لنا عن أمجاد كثيرة للمسيح كالخالق فيه خلق الكل الكون قبل ما يخلق كان في ذهنه عندما تذهب إلى مهندس تصميم وبعدين هو عنده فكرة مبنى في ذهنه بدأ ينفذها على الورق وبعدين تنفذت على أرض الواقع لكن الفكرة كانت في ذهنه فالكون بأجماله كان فيه ففيه كان فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض دائرة المنظور ودائرة غير المنظور ما يرى وما لا يرى ويقول لنا الذي الكل به وله قد خلق فهو وسطة الخلق وهو غرض الخلق ده كلوسي واحد نعم لما نروح لعبرانين واحد يتكلم نكمل آسف بالآية وفيه يقوم الكل يعني كل شيء متماسك في شخص المسيح تمام وهو حامل كل الأشياء بكلمة قدرته وفي المستقبل عندما يسحب هذه الكلمة تنحل العناصر محترقة تذوب حسب بطرس الثانية صح ثلاثة لكن كمان عبرانين واحد إذا سمحتي لأروح للشاهد ده فضل بيقول لنا عن عبرانين واحد أيضا أمجاد المسيح بيقول الذي هو بهاء مجده عبرانين واحد ثلاثة ناخد من أول العدد الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين فبالمسيح بإقنوم الإبن عمل العالمين أو عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وهو حامل كل الأشياء بكلمة قدرته تكون واحد يقول لنا من الخالق إلهيم الآب الإبن الروح القدس يحنى واحد يقول لنا من الخالق المسيح أقنوم الكلمة الإبن كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء بمك كلوس واحد من هو الذي به كان كل شيء ومن هو الذي له صار كل شيء المسيح الخالق أيضا عبرانين واحد الإعلان الإله الكامل عن من هو الله الخالق كان في المسيح به أيضا عمل العالمين كل هذه الأعداد والآيات والإشارات تتكلم عن خلقه قبل التجسد باعتبار أقنوم الإبن المشارك للآب وروح القدس في الخلق